بعدما كانت العمليات الجراحية الخاصة بداية سبينا بيفيدا تكلف الجزائريين مئات الملايين خارج الوطن باتت متاحة اليوم بالامدية عقب الاستفادة من الخبرات الأمريكية وكذا التوأمات التي أمضاها مستشفى محمد بوذياف ومستشفى زميرلي بالعاصمة فيما يخص سبينا بيفيدا الفريق الطبي مستشفى محمد بوذياف بعد ذهب الوفد الأمريكي لأخذنا عنهم بعض التقنيات ومخذى وعلينا كذلك تقنيات أخرى باشر في العمل تأو فيما يخص جراحة العصاب وبالخصوص سبينا بيفيدا وهنا وصلين 65 طيف الجراعة عملية منذ ذهب الوفد الأمريكي الهدف من هذه التوأمة وهي تقريب المريض من المكان الإقامة تأوه وما زاد من تذليل الصعوبات المصاحبة لهكذا عمليات هو تزويد مستشفى محمد بوذياف بتقنية تليميتسين ما يتيح لعديد الجراحين عبر الوطن متابعة العمليات الجراحية على المباشر للاستفادة من جديد تقنيات الجراحة في هذا المجال كما قلت دخل في إطار تحسين الخدمة الصحية المواطن ويسوها يعني الأطباء ينتقلوا هما إلى المستشفى يعني المستشفى المدية ولا يقدروا الأطباء هنا يتصلون بالأطباء عن طريق تليميتسين وفيزيو كونفرنس لتبقى مواكبة جديد تقنيات الطب في العالم والتكوين المستمر كفي لين بالرفع من مستوى التكفل بمرضانة دون استنزاف أموال طائلة بالخارج وتقريب الصحة من المواطن اشتركوا في القناة